اهلا بحضراتكم معانا مرة تانية في مساء الخير ومازال يشرفني جدا انا الحياة يعني مستمتع ويعني مستفيد جدا من افكار حضرتك كمان اللي هي خارج الصندوق بخصوص الاسر والسياح بس انا زي ما قلت لحياتك قبل الفاصل بشغلني بقى وممكن جسمي اشعر لما اسأل السؤال انا عايز ابيع الكلام العظيم اللي حضرتك قلته ده لابني لان يقصفني ان الاجيال الجديدة احنا عندنا متاحف بعمر الانسان ممكن الانسان يبقى فيه متحف للطفولة يبقى فيه مرهقة لها حاجات اللي انا بدرس في الجامعة كل حاجة بدرسها في الجامعة زي ما حياتك قلت فيه متاحف متخصصة ازاي ابيع ده لابني قبل ما بيعه للسقح اللي هيجيب لي فلوس يجيب لي ملو دماغ قبل ما يجيب لي فلوس لازم تبقى حضرتك عارف ان الموضوع مش موضوع مؤسسة بذاتها اللي هي وزارة السياحة مثلا او وزارة القصار والسياحة ما هي وزارة واحدة الوقت لا بد ان يكون الفكرة بتاعت حضرتك دي في المتاحف المتخصصة يعني اللي هفاجأك به ان كل وزارة من الوزارات فيها متاحف اه يعني عند حضرتك وزارة المالية اه وزارة المالية فيها متاحف العملة طيب ما هو متاحف ما انت الدولة التانية على مستوى العالم فيه سك العملة صحيح وفي البنك نوت وعند حضرتك هستوري لا تتخيله في الكوينز تمام فينه معمول في متحف لا وعتقول فينه عشان قلبي ما يقعش لا معمول في متحف لا 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 معمول في متحف موجود في السيدة زينة داخل مقر وزارة المالية طب هنعمل ايه يا دكتور هو ده بقى اللي احنا بنقوله هل دلوقتي مول سايت منجمنت اللي حدتك كنت بتقول لي عليه ساعة المتكلمنا عن عين السيرة او ادارة الموقع الذي يحتوي على المتحف تمام دلوقتي هنعمل ايه هنمشي الناس كلها من اماكنها ما احنا عملنا مشروع للقاهرة الاسلامية والقاهرة الخدوية هنودي الناس في ايه طب هقول لي حضرتك بس على الهان نخرج بس خارج الشريط الحدودي اللي احنا مصر احنا عايشين على على تمانية في المية من مساحة مصر ده كويس بقوا تمانية ده كانوا خمسة لغات قريبة اه لا احنا بنتكلم بقيت مساحة مصر فيه حضرتك اخرج بس شوية عن الشريط اخرج شوية عن المركزية حضرتك احنا دلوقتي اول دولة مركزية في التاريخ طيب احنا عملنا دلوقتي عملنا دلوقتي مجموعة متاحف تسمى كده متاحف اقليمية قوية جدا مثلا متحف سهاج وحاجة مشرفة زي المتحف الاتوني في المينيا ودي حاجة مشرفة لا ثانية واحدة ده فين بقى في المينيا في المينيا في المينيا بروح سهاج وبروح المينيا ما بشوفه الحاجات دي قدام المحافظ اللي هو في وقت شكل الهرم ده طب ما هو ده مش مفتوح يا فندم يا فندم ده متحف أملاق لو أول متحف أنا عفتحه بكرة مش ده مطلوب له إعداد من جوة أقوى بكتير جدا من مجرد البنى إحنا بنشوفه دايما وإحنا بنعدي نروح المينيا الجديدة بالزبط طبعا ده المتحف الأتوني ده فخر للحضارة المصرية برضو متحف الحضارة فخر للحضارة المصرية برضو المتحف الأتوني ده مرحلة مهمة جدا جدا فيها التوحيد وفيها كان اسمه بيك اللي هو كبير الفنانين بتوع لا ده أنت حضرتك بتتكلم على أنا هديك حضرتك بس طرفة من الطرف عارف الكورسي المشهور بتاعة تويت عن خاقمون اللي موجود في المتحف ده مكتوب عليه تويت عن خاقمون مش تويت عن خاقمون يعني ده اللي عمله فناني أخناتون اللي هو دي كلها قصة بالزبط قبل ما يرتد أخناتون تالي لكهنة أمون ويرجع تاني طيبة لا حضرتك دي حدوتة كبيرة العالم بره عارف والعالم بره دارس والعالم بره لما بيجي زوم أهو؟ أهو ده شوف حضرتك ده فخر من من المتاحف اللي هتبقى فعلا علامة مميزة في الحضرة المصنية بعد الحلقة أسألهم بيجيبوا الحاجات دي بسرعة كده إزاي عايزين نجرب نتكلم في حاجة تانية طيب عشان ننزوك ناس أسكية بيقدروا يعملوا تواصل مع المعلومة الحقيقة فعلا هو تصميمه المعماري بس معجزة ده شوف حضرتك كام مصري شاف الكلام ده احنا بس بقول لحضرتك أن النشاط اللي بتعامل في خلال عشر سنين اللي فاتوا النشاط غير مسبوق في إدارة المتاحف والمواقع الأسرية لا 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 في إدارة تراث مصر وليس المتاحف بس وليس المواقع الأسرية بس وتراث مصر حضرتك أنك تفهم تراث مصر وتحافظ عليه طب هل مثلا دكتور خالد بيدعو لإنشاء لجنة مثلا من أكتر من وزارة ومن هيئة بحيث أن وزارة التربية والتعليم مثلا تعمل برنامج للمتاحف دي كل متحف ليه مثلا درس في المادة الفلونية ونروح نزوره أنا أتمنى أتمنى وده أمنية شخصية أن سيدة الرئيس يكلف وزير السعر والأثار أن هو حضرتك اللي يدي التعليمات بإنشاء متحف المثلا للطفولة على نفقة وزارة التربية والتعليم متحف للصناعة أو لتطور على نفقة وزارة الصناعة هو اللي يعمل ده هو اللي يجهزه بس يكون تكلفته على حساب مين؟ على حساب الجهة همات بقى مش هيوجه أنا بقول لحضرتك أصلي دي بلدنا كلنا هم ووزراء مع بعضهم مش هي دي بلدنا كلنا لكن حضرتك سيدة الرئيس مشغول بأمور فوق ما حضرتك تتخيل طبعا طبعا فإحنا لازم نتكاتف فحيح لأن دي بلدنا كلنا إحنا كلنا في مركب واحد وبعدين فكرة أنه يعني إحنا عندنا برضو مراس قديم من أهم الفراعنة كويس برضو حياتك موجود يعني فكرة أنه لازم كل حاجة تطلع من رأس الدولة هقول لحضرتك يعني هقول لحضرتك طب ممكن ياخد تليفون بس أشان بقى له كتير معنا أستاذ مخايل من القيرة ألو أهلا بسيارتك تفضل كل سنوات طيبة نهاردة تصوم يعني كل سنوات طيبة حضرتك طيبة أهلا بيك تفضل أهلا بيك أهلا بيك تفضل طبعا سامح حضرتك تفضل مرة في الزيارة التاريخية لقلاصة البابا في سنة السبعة وسبعين فرقناها على متحف في أمريكا يعني في أولاد ديترويت ميتيجن فلا لأنا إن في ملابس كبتية من الفيوم حتى البابا شنود ساعتها استغرب إزاي يعني حاجات ديت راحت إزاي من الفيوم وزات أولاد ميتيجن يعني في حاجات كتيرة قوي هتلاقيها في المتاحف برة أطلعها مصرية يعني طبعا يعني ياريت يعني الحاجات ديت تتوصق يعني يعني في المتاحف كده ونقدر ناخدها يعني أنا بشكر حضرتك بشكرك يا أستاذ ميخايل أستاذ ميخايل برضو بيطرح فكرة ملف هم ما يتلم بتاع الأثار بتاعتنا المرمية في كل حتة ولما تعاملت الاتفاقيات الدولية المؤخرة اللي بقى لها مية ولا مية وشوية سنة خلاص بقى كل حاجة عند حد بقى بتاعته وكلها حاجتنا احنا بصراحة يعني طبعا فإزاي احنا برضو نستخدمها دعاية لينا طب أنا هقول لحضرتك بس أنا عايزة أطمنه الحاجة طبعا أولا ما تقلقش على الأثار اللي موجودة بر مصر اللي بتاعتنا اللي موجودة في المتاحف لأن دي دعاية لينا وتبقى لقوانين الدولية احنا مش هنقدر نجيبها لأنها خرجت من فترات زمنية كبيرة جدا عشان بس الناس احنا عندنا دلوقتي ادارة اسمها ادارة الأثار المستردة اه طبعا ادارة الأثار المستردة دي حضرتك أنا مش عايزة فجأة بعدد القطع اللي جابتها يعني لمصر لمصر بتبعب في الخارج في صالة كريستي وسوسبي ايه وده حضرتك موجود يعني جنود مجهولة طبعا محدش يدرى بيها وحضرتك الحاجات دي موجودة في المتاحف وهما كمان بيعرفوا يحسنوا احترام وتقدير أثار نهاكي أنا بيجبلهم فلوس الأحسن اه عايزين بس نتوسع في إنشاء المتاحف اه عايزين المواطن يعرف قيمة تراثه عايزين تختفي ظاهرة البحث عن الأثار خلصة عايزين تختفي فكرة لأ كلمة خلصة دي بتدي انطباع للناس انها حاجة يعني ضد القانون ما هي ضد القانون لا هي ضد القانون بس هي بتدي انطباع إنها نسبتها قليلة وإنها حاجة مش متلحظة لا هي خلصة لا هي حضرتك يعني خلصة بس على ملأ كبير يعني اسلوب اسلوب من بعض المصريين مهين لحضرته اه عيب عيب إن حضرتك تدور تنبش وتحول تبيع تراثك عشان ده عيب طب تقول إيه لمسؤول من حوالي يمكن عشرين سنة أو حاجة زي كده مش هقول فين وقال إنه أنا ما عنديش مكان أحط فيها الحاجات دي وبالتالي يعني كأنه إيه يعني مش واخدين بلنا يعني إنه المسؤول ده مسؤول في وزارة الأسار لا لا مش هقول فين ما قدرش هقول فين طيب ما أنا بقوله يعني دي قناعاته لا لا يعني دي قناعاته أولا هذه المعلومة لا يمكن تطلع من وزارة من مسؤول لا لا مش من الوزارة يبقى هو يبقى أنا مش مسؤول عن جاهل الآخر يعني هو جاهل بطراثه أنا مش مسؤول عن الكلام ده لكن أنا عندي إجراءات قانونية وعندي قانون بعمل بيه أنا بفترض حسن النية في من وجد قطعة من الأسار بفترض وجي سلمها شكرا وأبريشيت وحضرتك بديله شهاد التأدير وبكرمه وبحطه فوق دماغي لكن من يتعامل مع طراثنا بشكل هو في نوع من الإجرام طبعا الاستفادة شخصية يقع تحت طائلة القانون لا رحمة يعني مش مفاعل كفاية قانون ده حضرتك ده القانون اتغير القانون اتغير القانون 177 لسنة 82 اتغير وحضرتك بقت جناية وخمسة وعشرين سنة لمن يبحث عن الأسار لمن ينقل الأسار حضرتك السجن مضاعف لمن يعمل في الأسار لو كان اللي بيعمل كده شغال أصلا في الأسار أصلا يضاعف عليه عشان بيستخدم معلومات وبساعة الشغل في مكسب فضيع شخص انت من باب أولى انك تحافظ على التراث فإذا كنت انت أصلا لا تستطيع ان تحمي تراثك فيضاعف عليك العقول بدأنا نطبق التعديل ده من انت حضرتك نطبق بقاله 8 سنين طبعا طبعا مفاعل وفي حزم وحزم في من يتهاون في تراثه هو ده التغييرات التغيير مش مجرد انك بتغير مبنى انا بنغير البشر قبل الحجر حضرتك بنهتم احنا بنتدخل حاليا في تغيير المناهج التعليمية اللي كانت خاربة وانا بقوله هو وما انشأتش جيل يعني حضرتك كان عندي خبير خبير في المناهج في وضع المناهج التربوية قال لي جملة لا انساها من حوالي يمكن 4 سنين على الهواء قال لي نحن كنا ندرس مناهج تحض على الخنوع وعدم الانتماء للوطن اخد جرجس من القاهرة وارجع على سيارتك استاذ جرجس مساء الخير مساء الفل يا فندم اهلا بيك علي سودك شوية مساء الخير انا عاوز اوجه برضو انا لسه كنت هاسأل الدكتور خالد على مناهج التعليم لسه هقوله على السؤال ده احنا الوم على الدولة اولا وسانيا على وزارة التربوية والتعليم لانها بتدرس حبة معينة وبننسى كل ما هو تاريخ مصر الحقيقي فهو ده انا بالوم على الدولة وعلى وزارة التربوية والتعليم في ذلك فليه ندرس من ساعة ما قمشئت مصر الى وقتنا هذا وما حدث فيها واثارنا علشان نعرف اولادنا وفي نفس الوقت مع انت نعمل شيء معين ايه هو حضرتك ما ندرسه نخلي الطالب برضو يوصل للاماكن دي مش ندرسه له وبعد كده ينساه من منذ من عومة اظافره هيعرف تاريخنا وهيقدر يتعلم التاريخ صح وهيقدر يعرف بلده على حياته لكن انا بدرس حبة معينة وخلصت انا ما فين طيب انا فين من البلد والاخر نلوم على اولادنا ان هما ما عارفتنش البلد وتاريخها بشكرا شكرا جزيلا استاذ جرجس طبعا واضح وهو لم يفسح بس احنا عارفين احنا بنتكلم لغة واحدة يعني مش بس مش بس ده اهمال للأثار هو بيقول ان احنا واخدين مرحلة مثلا زي مرحلة التاريخ الاسلامي مركزين فيها في موضوعات التعبير وفي قطع النحو وفي النصوص وفي القراءة وفي الدين وفي كل حاجة فين مرحلة هل المرحلة الفرعونية او الحضارة الابطية او ما تعاقب على مصر من حضارات هل هو موجود بشكل كافي خالص زي مثلا اللما كنا بندعو لمؤتمر الشباب الاخير فاكر حضرتك البرومو الجميل اللي كان محمول سبع حضارات تتعانق على ارض مصر تمام هل تصحيح المناهج التعليمية ووضع الكسافة التاريخية والتراثية للفترات الزمنية الحضارية اللي موجودة على الارض مصر هل ده دور وزارة الاثار لا طبعا احنا بقى حضرتك حتى كمان بنتدخل في ده يعني حضرتك بنقوم بأدوار غير أدوارنا موضوعات تكامل يا فندم اللي مفروض بين كل العيقات الدولة بتعالج حضرتك مجموعة من الأمراض التي كانت متوطنة في الجسم المصر حضرتك بتعالجها دلوقتي فبتعالجها يعني ما تقدرش تبتر حضرتك بتعالج وفي تضارب في القوانين حضرتك السلوك العام خليني بس في حتة التعليم عشان هايسألك الحاجة بالوقتي احنا عندنا مشروع مشروع عظيم الحقيقة دكتور طارق شوقي بدأ في تطبيقه وحزمه من الأول ومن الآخر عشان عدد الأجيال يعني بدين من كي جي وان من رياض الأطفال واخدين قولة وتانية سنوية وتالتة سنوية فايه بسرعة هنبتدي في الجديد كلنا بقى فكرة انه انا اطرح عنوان في مادة ما ودور وانا كمدرس وكمعلم هوجه بقى كيف ممكن انها تخدمني انا كحد أسري بقى وككلام اللي بنقوله ده معرفة تراثي ومعرفة تاريخي وحضارة يوناني وحضارة روماني وحضارة ابتي وحضارة هليني وحضارة طب هقول لحضرتك على حاجة معالجة الجزء ده هو تفتكر ان وزارة التربية والتعليم لما جات تنشئ هذا النظام ما استعانيتش بمجموعة من العلماء استعانيت طبعا وبالتالي احنا بس عايزين نوضح جزئية ان موضوع ان اصبح عندك في الميديا اللي موجودة في ايد كل طالب كم محترم محترم من المعلومات الصحيحة الصحيحة الغير مغلوطة يعني انا ما بكتبش زيما كان بيتكتب في الكتب المدرسية الزمان خوف وخفرع ومنقرع ايه منقرع دي يا مين كورع ومين كورع وانا كتب اسمي ملك مصر عظيم غلط ليه ولا ونفتح بقى باب التريقة بقى على منقرع والقرع لا وحضرتك واختزل التاريخ المصري يعني حضرتك ما جبش اول ملك شهيد في الحضارة المصرية سقن الرع طاعة تاني حضرتك ده 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 علم من علماء مصر مين يعرف من اولامنا كام جيل طلع ما سمعش عن سقن الرع ما سمعش عن اول ملك شهيد ما سمعش عن فكرة الوطنية فكرة الجيش المصري فكرة ارساء ارساء قيم شوفها اقول لحضرتك قيم المجتمع في يعني في ما نسميه بالجيش المصري اللي كان بيرسي مجموعة من القيم حضرتك موجودة في الكارنك موجودة لما قائد الجيش المصري يخش يحارب دولة يقول لجنوده شوف حضرتك اللي احنا بنحطه دلوقتي بنزرعه دلوقتي من قيم في المناهج التعليمية قائد الجيش المصري يقول لجنوده لا تقطعوا شجرا لا تؤذوا عجوزا لا تنهروا طفلا البلد اللي دخلينها اللي دخلينها يحاربوا فيها من وطأ سهمه يعني اللي بينزل سلاحه لا تقتلوه شوف شوف الاحترام في القيم حضرتك بترسي آه أكد يحنا نحتاجينها هو ده بقى اللي احنا بنقوله هو ده اللي احنا بنقوله لما بنجي للاولاد بقى دور هو ده اللي هيطلع له هو ده اللي حضرتك مش هتصرف عليه عشان يبقى عنده انتماء ومحتوى رهيب في كل فروق العلم في بنك المعرفة ده يا ولاد يا ولاد ده انتم عندوكوا كنز ده احنا كان بيطلع عينينا عشان ندور على كتاب عشان نقرأ في الحاجة الفلانية ونقعد نقرأ مئات الصفحات ما هيش اللي احنا عايزينه بالزبط دلوقتي انت عندك عندك كنز بثانية بيطلع طب حضرتك دور دور في بنك المعرفة عن أخلاقيات المصري هتلاقي الأخلاقيات دي بدية من ايه من التاريخ المصري القديم لغاية العصر الحديث والمعاصف حضرتك دور على الجمال دور على الفنون دور على هتلاقي حضرتك فيه تسلسل بس المعلومة مختلفة لانك انت بتنمي هنا حاجة انت بتصرف دلوقتي ضدها يعني انت بتحارب إرهاب وبتحارب تطرف وبتحارب يعني تطرف ديني وبتحارب صح بتصرف عليه كتير جدا احنا بنعالجوا دلوقتي من كيجي بانتماء حضرتك أنا ما بقولكش بقى ما بقولكش اعمل الصحة واعمل الغلط أنا بعلمك القيم والأخلاق والمبادئ اللي كان المصري القديم بيعلمها الأطفال طيب معايا دكتور جورج جميل من القاهرة ألو ألو مساء الخير يا دكتور مساء النور يا فن فدل يا فن أهلا بيك أنا بتكلم على الكلام اللي حضرتك بتتكلم عنه ومحاولة دكتور طارق وزير التعليم بس أنا لها كان ملاحظة عايزة أضيفها تفضل ألو أنا بس مع سيادتك يا فن تفضل ويريد بسرعة هي المحاولة اللي حضرتك بتتكلم عنها للدكتور طارق محاولة ممتازة بس يا فندم أنت بتبني من تحت ومن فوق بس ما جبتش مناهج جديدة الأستاذ اللي بيتكلم على أن الطالب موجود معاه أو الميديا موجودة في كل أدين الطلبة أنت التابلت اللي مع الطلبة ده وسيل التقويم لكن المناهج هي هي حضرتك ممكن تسأله أي تدريب المدرسين اللي حصل لا خلينا نتكلم عن ده يا أستاذ جميل خلينا نتكلم عن ده لما نفتح ملف التعليم يعني هو أنا بشكر حضرتك عشان ما تفضلش كتير معنا يعني أنا بشكر دكتور خالد على سعة اطلاعه وعلى مساهمات الأسريين في خدمة الملفات التانية لكن مش حضرتك اللي تسأل عندها بالظبط أنا مش تنوت بي أن أنا حضرت لا وهو طبعا بالفعل فيه مناهج جديدة أنا النهاردة لما أجي أقول لك لما أجي أقول لك طلع لي العنوان ده وديلك مساحة عشان نتقاش فيه طب حضرتك لما تعمل جميع المواقع الأسرية مجاني ولما تعمل أنت حضرتك أنت كوزارة أسر تعمل دعوات للمدارس أن هي تجيب الرحلات حضرتك حضرتك إحنا في القاهرة في القاهرة مين يعرف متحف جاير أندرسون مين مين زاره مين زاره من المدارس متحف جاير أندرسون وده حاجة علامة من علامات حضرتك متحف إيه جاير أندرسون ده موجود في السعيدة زينا آه أندرسون ده اللي هو كان أصر الأمير الزبط كده واللي بيتمسك أنا زرته عشان صورت فيه وشفت بقى حضرتك زرته عشان عايزينه كميديا أي طب إحنا عايزين الأولاد يتعلموا أي عايزين الأولاد يتعلموا يروحوا متحف النسيج طب عايزة أسألك لحاجة فضل عشان أنا لما انت فكرتني بموضوع أصر أندرسون ده اهتمت جدا في الأوقات اللي ما عنديش فيها مشاهد أصورها إن أنا أقرأ الحاجات اللي مكتوبة عشان أعرف كرسي ده رجع لكم سنة والمندرة دي أو الرواق ده ايه والتفاصيل حضرتك بقى الشغف الرائع اللي حضرتك بتتكلم به ده اللي هو ما قالوش غير حبك للبلد يعني ده ايه بدأ منين هل دراستك بس هل منصبك بس مش معاقص خالص بدأ من تربيتي والدي اللي حببني حببني في وطني وفي الآخر هل الوالد كان لي علاقة بالأثار أو حاجة زي كبه خالص مواطن مصري بسيط جدا عادي جدا ييجي في مناسبة ابتية على ايه واخدنا واخد اخواتي ويقولولي فكرة المحبة اه فكرة بس كم بيعمل ايه قل لي ياخدني من ايدي من ايدي ويقول لي دا عمك جورج روح بوس ايده شوف القيم والاخلاق اللي انا متربع عليه انا لما جيت اعمل رسالة الماجستير اه عملتها في تطور صورة السيدة العزراء في الايقونات من القرن الرابع حتى القرن العنساني عشر لما جيت اسمي بنتي سميت بنتي مريم تشوف حضرتك القيم اللي انا متربع عليها انا بحبك قيم المحبة اللي هي مش موجودة طب هو يعني اسمح لي انا كنت في بداية الحلقة النهاردة بتحدث عن ماذا جرى لمجتمعنا لدرجة ان اسرة مصرية يطلع منها سيف سيف اللي لعب باب جي لغاية لما قتل المدرسة بتاعته مليء جسدها بالطعنات وبيتحكم عليه بسبع سنين يبقى احنا فين هقول له حضرتك برضو نفس الردة اللي هي من منتصف السبعينات اللي استهدفت الكبش والهبش وخرجوا اشتغلوا بره وما تربوش في البيوت حضرتك حينما تترك ابنائك ومجتمعك فريسة للميديا الأجنبية اه طبعا حضرتك ما تندمش لكن احنا متربيين على أسس تربوية صحيحة حضرتك احنا كنا في وزارة تربية وتعليم فالتربية كانت تسبق التعليم صحيح وكنا بنشوف المرال او القيمة بتتعلق وقيمة الشهر انا مدرستي مدرستي كان فيها حوت سمك ملون مدرست عمر مكرم اللي ابتدائية موجودة في شبرة مدرسة فقيرة كان فيها حوت سمك كنا بنزرع في مدرستنا واحنا في ابتدائي الأشجار عشان اخواتنا لما يجبروا واحنا لما بنبقى في ستة ناكل من السمرة القيمة التربوية مش المنهج التعليمي طب انا فوضيلي دقائق وليلة وحوار حضرتك ممتع للغاية ويحتاج لحلقات مش حلقة واحدة ودي مش مجاملة لان بقولش كده لأي ضيف على فكرة حضرتك تتبعنا وتشوف لكن دي حقيقة يعني عايز اسأل سيادتك عن اخر حاجة اخر حاجة عشان وقتي لكن عندي علامات استفاهم كثير السياحة الداخلية ازاي انا اشجعها علشان يعني أولادي زي ما قلنا أولادي كبلد كوطن يعرفوا بقى يعني الحضارة دي ولما لما زي ما حالتك قلت القديم يجي على الجديد في القيم يبقى الوحش ده نتوء يتسهل يترمي نزور بعض نزور بعض يعني اهل الشرقية يزوروا اهل بني سويف ويشوفوا تراثهم ايه اهل بني سويف يشزوروا الشرقية يزوروا البحير نزور اثار بعض نزور مواقع بعض اللي هي عقرب حاجة لينا عقرب حاجة ليه اللي هي بيوت بعض انا زور اخويا في المحافظة اللي جنبي حضرتك محافظة الشرقية فيها اثار تضاهي لقصر محدش يقرف انا حاجة حضرتك نعمل نعمل رحلات مدرسية زي الاول نعمل فيه فصل مدرسي اسمه المتحف المدرسي نعمل حاجة تنمي تنمي انتماءنا انتماء الافراد والتلاميذ والاطفال ببوطنهم ننشر شوية زيارة المواقع التراثية نزور ونحببهم في تراثهم نحببهم في بلدهم تراثنا قوي جدا احنا بس اللي نسيينه يعني احنا بنناشد فعلا كل القائمين على المدارس والجامعات ومتخذ قرار في اي مكان ابدأ بنفسك واسور الثقافة والنوادي المسؤول عن وزارة الشباب والرياضة المسؤول عن النوادي المسؤول عن مراكز الشباب المسؤول عن المراكز الثقافية المسؤول عن المكتبات المسؤول عن المدارس المسؤول عن البيت المسؤول كل في مجاله ابدأ بنفسك بشكرك جدا يا دكتور نورتنا جزيل الشكر للخبير دولي وعضو الاتحاد الدولي للمتاحف دكتور خالد سعد المدير الإدارة العامة لأثار مقابل التاريخ بشكركم جدا على وجودكم معانا تمنيت من الله وأنا جاي في الطريق مش لقى حاجة عاملها غير أني أصلي أن الحلقة تكون ممتعة ومفيدة أتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا زي الحالة اللي أنا سعيد بيها النهاردة وبكرة إن شاء الله حلقة مفيدة أيضا وممتعة بمسائل مفيدة أيضا وممتعة مفيدة أيضا وممتعة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر